السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول سنتعرف الآن إلى الدرس الجديد وهو الفصول الأربعة في هذه الحصة سنتعرف إلى فصلين من الفصول الأربعة في البداية نتعرف ما هي الفصول الأربعة الفصول الأربعة هي أربعة فصول في السنة الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف هذه هي الفصول الأربعة قبل البداية في درسنا لهذا اليوم نستمع يا أول إلى هذه الأغنية التي تعبر لنا عن الفصول الأربعة دقي دقي يا طبول اسمع ماذا أقول في السنة أربع فصول في السنة أربع فصول دمدي دمدي يا طبول اسمع ماذا أقول في السنة أربع فصول في السنة أربع فصول الشتاء الربيع الصيف والخريف الشتاء الربيع الصيف والخريف دقي يا طبول إذن هذه هي الفصول الأربعة نبدأ الآن في مظاهر فصل الشتاء مظاهر فصل الشتاء يا أول يكون الجو باردا وماطرا تسقط الأمطار في فصول الشتاء ننظر له هذه الصورة كيف تتساقط الأمطار يستخدم الناس المضلية حتى يحتموا من المضلية هذه الأمطار إذن ويكون الجو باردا يكون الجو باردا وتسقط الأمطار في فصل الشتاء أيضا من مظاهر فصل الشتاء تسقط الثلوج نلاحظ كما في هذه الصورة كيف تتساقط الثلوج وجميع الأرض مغطى باللون الأبيض بالكساء الأبيض وهو الثلج إذن من مظاهر فصل الشتاء تسقط الثلوج وأيضا تسقط الأمطار وتسقط الثلوج وبالتالي يكون الجو باردا عندما يكون الجو باردا ماذا سنفعل ماذا نلبس يا أول أحسنتم نلبس ملابس ثقيلة هذه الملابس نلبسها في فصل الشتاء لأنه يكون بارد الجو بالتالي حتى نحمي نفسنا من هذه البرودة ونلبس هذه الملابس وهذه الملابس تكون ملابس ثقيلة مثل الجاكيت الجزمة الكفتات الملابس تكون ثقيلة كل هذه نلبسها في فصل الشتاء إذن يكون الجو باردا وماطرا وتسقط الثلوج لهذا نلبس ملابس ثقيلة أيضا من مظاهر فصل الشتاء الأول تظهر الشمس لساعات قليلة تظهر الشمس فيها لكن ساعات قليلة لأن معظم الوقت تكون الجو باردا يكون غائما تسقط الأمطار وبالتالي لا تظهر الشمس إذن ستظهر الشمس ولكن لساعات قليلة أيضا معظم النباتات بلا أوراق نلاحظ هذه الشجرة كيف تتساقط الأوراق لا يوجد عليها أوراق هذا يكون أين يكون في فصل الشتاء في فصل الشتاء ننظر إلى الأشجار جميعها يكون جميع الأشجار تتساقط أوراقها إلا الزيتون الزيتون دائما تبقى أوراقه على الشجر إذن في فصل الشتاء تظهر الشمس لساعات قليلة وبالتالي معظم النباتات تكون بلا أوراق أوراق الشمس جميعها لا توجد عليها بفصل ماذا بفصل الشتاء أيضا من مظاهر فصل الشتاء يا أول تحمي الحيوانات نفسها كيف تحمي الحيوانات نفسها إما أم تختبئ في مساكنها نلاحظ يا أول في فصل الشتاء لا يوجد حيوانات تكون لا نرى نحن الحيوانات في فصل الشتاء جميعها تحاول أن تختبئ في مساكنها أو أمنوم طيلة الفصل هناك حيوانات تنام طولة فصل الشتاء وأيضا تختبئ في مساكنها إذن كما نلاحظ يا أول النمل يبقى في فصل الصيف يجمع غذائه ويخزنه في فصل الشتاء لأنه في فصل الشتاء لا يظهر هذا أمنمل يبقى في مسكنه مختبئ لأنه قد خزن غذائه في فصل الصيف وبالتالي هذه الحيوانات إما أم تختبئ في مسكنها أو أنه طيلة الفصل في حيوانات تنام طيلة فصل الشتاء إذن نكرر مرة أخرى مظاهر فصل الشتاء مظاهر فصل الشتاء أول أولا قلنا يكون الجو باردا وماطرا وأيضا إذن تسقط الأمطار وتسقط الثلوج لهذا ويكون الجو باردا إذن سنلبس ملابس ثقيلة تظهر الشمس فيها لساعات قليلة ومعظم النباتات بلا أوراق نلاحظ كيف هذه الشجرة النبتة هذه الشجرة لا يوجد عليها أوراق في فصل الشتاء والحيوانات تحمي نفسها إما أم تختبئ في مسكنها أو تنام طيلة فصل الشتاء إذن هذا هو فصل الشتاء الآن ننتقل إلى فصل الخريف مظاهر فصل الخريف أولا يكون الجو معتدل يكون الجو معتدل أحيانا تظهر الشمس ويكون جو لطيف وأحيانا تسقط الأمطار هذا هو فصل الخريف الجو معتدل قد يكون أمطار وقد يكون الجو لطيف وجميل إذن أيضا تقل ساعات النهار نلاحظ أولا في فصل الخريف ساعات النهار تكون قليلة وبالتالي الليل يكون أطول يكون ساعات الليل أطول وبالتالي تقل ساعات النهار في أي فصل هذا؟ هذا يكون في فصل الخريف هذا يكون في فصل الخريف الجو معتدل وتقل ساعات أم نهار أيضا من فصل الخريف تهاجر الطيور نلاحظ هنا هذه الطيور الآن تهاجر لماذا في فصل الخريف إذن تهاجر هذه الطيور حتى لأن هنا يكون في فصل الخريف تهاجر إلى منطقة التي سوف يكون فيها منطقة أخرى غير هذه المنطقة التي فيها فصل الخريف أيضا من مظاهر فصل الخريف كيف تتساقط أوراق الشجر؟ نلاحظ هذه الصورة كيف كل أوراق الشجر تتساقط؟ الأرض معبئة بأوراق الشجر تتساقط أوراق الشجر يكون في فصل الخريف. اذا من مظاهر فصل الخريف مرة اخرى الجو يكون معتدل تقل ساعات النهار الجو يكون معتدل وتقل ساعات النهار ايضا تهاجر الطيور وتتساقط اوراق الشجر سأكرر مرة أخرى مظاهر فصل الخريف ومظاهر فصل الشتاء قلنا في السنة أربعة فصول فصل الشتاء ثم يأتي الربيع ثم الصيف ثم الخريف اليوم فصل الشتاء قلنا أولا في فصل الشتاء يكون تتساقط أورا الأمطار وتتساقط الثلوج يكون الجو باردا إذن نلبس ملابس ثقيلة أيضا في مظاهر فصل الشتاء الشمس تظهر لساعات قليلة ومعظم النباتات تكون بلا أوراق والحيوانات تحمي نفسها إما أن تختبئ في مسكنها أو النوم لمدة طيلة فصل الشتاء فصل الخريف يكون الجو معتدل وتقل ساعات النهار أيضا تهاجر الطيور في فصل الخريف وتتساقط أوراق الشجر إذن درسنا لهذا اليوم فقط الفصل الخريف وفصل الشتاء وسنكمل باقي الفصول في الحصة القادمة إلى هنا انتهى درسنا يا أحباء الصغار